اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة متجددا برامجكم عدسة اثراء التي من خلالها نقطي جميع الفعاليات المقامة داخل دولة الكويت منها الاجتماعية والثقافية وايضا الدينية والتربوية فأهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم وحياكم الله معنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه عبادة عظيمة قد فرط فيها الناس كثيرا وقد كان آباؤنا وأجدادنا والكبار منا لا يفرطون في هذه العبادة العظيمة لأنها بوابة خير بينهم وبين الله تفارك وتعالى يحوزون فيها على الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة فما هي هذه العبادة هذه العبادة هي عبادة قيام الليل التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين يدلنا هذا الحديث أن من قام الليلة بأقل من عشر آيات ربما يكتب من الغافلين فكيف بمن لا يقوم الليلة أصلا لا بآية ولا بآيتين ولا بثلاث ولا بشيء فإنه والله من الغافلين ولذلك نقل عن الإمام إحمد رحمه الله أنه كان يقول تارك الوتري رجل سوء يعني أضاقت به الدنيا أن يعبد الله تبارك وتعالى بهذه العبادة اليسيرة فقيام الليل عبادة عظيمة تبعث النفس على الطمأنينة وتشرح الصدر وتضيء الوجه لأنك إذا خلوت بالله تبارك وتعالى قذف على وجهك من نوره ولأنك إذا ذكرت الله خاليا ذكرك الله في ملأ عنده وهذا الملأ هو خير من ملأ الدنيا وما فيها وأنت تجاز على أنك ذكرت الله خاليا تجرس بين يديه وتتلو القرآن سواء صليت قائما أو صليت قاعدا فأنت على ثواب عظيم يقول الله سبحانه وتعالى في فضل المؤمنين الذين يقومون الليل يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون تتجافى أي تتنحى وكأن النائم غير مرتاح يتقلب يمينا وشمالا على أن النوم يجذبه وعلى أن الفراش يرغب فيه إلا أنه يرغب فيما عند الله تتجافى وضعه غير مستقر وضعه غير مرتاح لأنه يريد الشيء الذي يكون أفضل من هذه اللذة عنده لذة يطمع إليها ليست هي اللذة هذه الموجودة التي يراها في الفراش هذه اللذة لا تقع في قلبي إنسان إلا أن يكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى ولكن هل يدخل الإيمان في قلب الإنسان بدون أن يرغب فيه بدون أن يعمل فيه لا يقول الإنسان أنا لا أجد في نفسي رغبة في قيام الليل أنا لا أحب قيام الليل أشعر بثقل نقول لم تجرب ولم ترى الفائدة والثمر التي تجيئك من بعد قيام الليل لم ترى راحت النفس ولم ترى الاستقرار ولم ترى هدوء البال ولم ترى التوفيق في هذه الدنيا فضلا بإذن الله عز وجل عن التوفيق في الآخرة فكيف تزعم بعد ذلك أنك لا تحب الطاعة محبة الطاعة تأتي بعد عملها تأتي بعد الاستمرار بها تأتي بعد المحافظة عليها والأمر في بدايته ربما يكون شاقاً وربما يكون ثقيلاً وأدنى الكمال أقل ما يمكن أن تصلي به الليل ثلاث ركعات لا تستبخل هذه الركعات على الله تبارك وتعالى ربك ليس محتاجاً إليك أنت الذي تحتاج إليه فقم هذه الركعات الثلاث على الأقل بعشر آيات حتى لا تكتب من الغافلين ثم بإذن الله تبارك وتعالى سيشرح الله صدرك إلى أن تكون خيراً ممن يصلي بعشر ركعات وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة هذا الحديث فقال ومن قام الليل بمئة آية ومن قام الليل بمئة آية كتب من القانتين يكون قانتاً لله تبارك وتعالى من القانتين العابدين الله عز وجل أثنى عليهم الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة آل عمران أثنى عليهم الذين يقول ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار القانت لله الصابرين والصادقين والقانتين هؤلاء الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم ثم إذا نشطت في العبادة وكنت مديم صلاة الليل قريباً من ربك تبارك وتعالى حريصاً على الطاعات لا تفريط فيها تكتب بإذن الله تبارك وتعالى عنده من المقنطرين إذا قمت الليل بألف آية ربما يسمع وحدكم الرقمة فيقول هذا الرقم كبير ألف آية كثيرة لكن بفضل الله عز وجل في سور طوال مفصل والتي تكون آياتها قصيرة ربما تقرأ العدد الصفحات القليل بالآيات الكثيرة كسورة الطور وصورة النجم وصورة القمر وقبل ذلك سورة الصفات وجزء عمه هذه السور صفحاتها قليلة وآياتها كثيرة فإذا عددت من هذه السور ألف آية وقمت بها الليل ربما لا يتجاوز قيامك الليل حتى تبلغ ألف آية أكثر من نصف ساعة تكتب عند الله من المقنطرين الآن الناس كيف يفعلون في الليل يذهبون إلى المنتزهات ويذهبون إلى المجمعات ويذهبون إلى الدواوين فربما يجلسون الساعات الطويلة ولا يشعرون فيها بالملل ولا يشعرون فيها بالثقل ما بالهم إذا أرادوا العبادة بدأوا يعدون الدقائق والساعات يقول أنا أصلي الحد الأقصى الذي يمكن أن أصلي به صلاة الليل هو عشر الدقائق أو ربع ساعة أو نصف ساعة هذا قد يكون خيرهم قد يكون خير الناس من يصلي في الليل نصف ساعة والمطلوب من العبد أن يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم ربنا خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه فقال له يا أيها المزمل قم الليل أي كل الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا أوجب الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الليل كله إلا قليلا من الليل ولم يلزمن الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة فرخص لنا أن نصلي شيئا من الليل حتى لا نكتب من الغافلين ثم إن قيام الليل فيه لحظة لا يكاد يوافقها عبد مؤمن إلا حاز خير الدنيا والآخرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر الله جل جلاله المستوي على الأرش فوق سبع سماوات ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر لينظر إلى عباده لينظر إلى حاجات من خلقهم فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له انظروا إلى هذا الثواب العظيم لو قال لكم اليوم قائل نفتح أبواب بيتي لكل من يسأل فأعطيه هل تجدون عند باب بيته من مكان ترجسون فيه الناس ستتقاتل على أن تأخذ لعاعة من الدنيا والله جل جلاله ينزل كل يوم إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر ليعطي الناس ليمنح الناس ليغفر للناس إنكم تخطئون بالليل والنهار في الحديث القدسي وأنا أغفر الذنوب جميعا ربنا يريد أن يغفر لك هيأ لك أسباب الخير وفتح لك أبواب الجنة وقال لك أقبل أنت الذي لم تقبل أنت الذي فرطت ولذلك جاء في الحديث مما يحث على قيام ثلث الليل الآخر أن أفضل القيام قيام داود كان ينام نصف الليل وكان يقوم ثلثة وكان ينام سدسه الباقي لأن الثلث مع السدس يساوي نصفا فهذا كان ليل داود عليه السلام وهكذا حري بالإنسان المسلم أن يقابل ربه بهذه الطريقة نسأل الله عز وجل لنجعلناه وإياكم من القائمين القانتين هو ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نلتقي بكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد لكم مننا أجمل تحية ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر